اعربت ساكنة المحبسية المتاخمة لمنطقة تندوف عن استعدادها الدائم للذود عن ثوابت الوحدة الترابية للمملكة أمام مناورات الأعداء مؤكدة أن الجماعة التابعة لإقليم أصزاك آمنة مطمئنة نحن اليوم كشباب نؤكد كذلك ونستمر في هذه المسيرة من أجل نصرة القضية الوطنية ومن أجل كذلك تأكيد والاعتزاز والافتخار بمغربية الصحراء كساكنة إقليم أصزاك وقبائل إيتوسا المجاهدة المعروفة في هذه المنطقة ووجودنا اليوم في المحبس هو كذلك لهذا الغرض ولغرض آخر وهو تفنيد ادعاءات الانفصاليين والدعاءات بطبيعة الحال مرتزقة البوليساريو الذين بطبيعة الحال يروجون على أسس أن المنطقة غير آمنة إلى غير ذلك نحن اليوم نقف كما تشاهدون على أرض المحبس آمنين مطمئنين في أرضنا وفي مغربنا وفي أرض المملكة المغربية من جانبها تواصل والحشود الغفيرة والقادمة من مختلف أقاليم المملكة إلى المحبس تأكيدها تأخب الجميع ضد أعداء الوحدة الترابية ودعوتها الصحراويين بمخيمات تندوف إلى العودة إلى أحضان الوطن الأم والمساهمة في بناء مستقبل ظاهر تحت السيادة المغربية يقال ليس مرة كما سمع هذه فقط كلام مغرد لأن الناس عملا بالاستقرار وبالترحيب وبصدر رحب وبديف الإجتماع إلى شلوريمان الناس هنا متحبة أخيها هذه فقط جعجعة بلطحي المغرب الحمد لله قوي قوي بجنوده قوي بإيمانه قوي بصفوفه قوي بساكنته قوي بتلحمه قوي بقبائله إذن نحن ندعو لهذه الناس لأنهم لا يفهمون في السياسة ولا في الجيو السياسة ولا في العمق السياسي ولا احتف سياسة إقليمية الآن التاريخ يحط على من يعود للوطن لأن الحكم ذاته أصبح قضية نهائية هذا كل شيء غل كذوب اللي ما جاء وحضر في الموقع ما غاد يقول لك هذا شيء كل شيء إلا الكذوب لغل إشاعات وشيء حاجة الحمد لله الساكنة هانية كل شيء بخير الحمد لله شهادات حية من قلب المحبس أكدت على وطنية ساكنة الصحراء المغربية وفندت كل الأخبار الكاذبة التي تروج لها الجمهورية الوهمية وثمنت أيضا الموقف الأمريكي الداعم بشكل رسمي لمغربية الصحراء على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية المحبس محنط أبركا لموقع لطخوة صونس وصوند